الحمد لله رب العالمين خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وقاعته وأشهد أن لا إله إلا الله محته لا شريك له في ربوضيته وإلهيته وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخيرته من جميع بريته صلى الله عليه وعلى آله وجميع صحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتفقوا الله تعالى واعلموا أن العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب وخلق الله الخلق من أجلها في إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه ولا ينفع عمل مهما كان إلا إذا كان مؤسساً على عقيدة صحيحة أما العمل مهما كثر إذا لم يكن مؤسساً على عقيدة صحيحة فإنه هباء منفور كما قال جل وعلا هدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منفور مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد استدت به الزيح في يوم عاصف لا يقدرون لما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال بعيد والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة احسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن العمل لا يصح ولا يقبل إلا إذا كان مؤسساً على عقيدة سليمة خالية من الشرك وعلى عمل صالح خال من البدع والمحدثات فهذا هو الذي يقبل عند الله وينفع صاحبه فالتوحيد تقبل معه جميع الأعمال الصالحة ويكفر الله به الأعمال السيئة التي هي دون الشرك كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشغف به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الحديث القدسي يقول الله يا ابن آدم لو أسيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ومن هنا يتأكد على المسلم أن يعرف ما هي العقيدة الصحيحة وأن مصدرها من الكتاب والسنة لا من عادات الناس وأعمال الناس والتقاليد التي لا أساس لها من الكتاب والسنة فمن هنا يجب على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة ويعلمها وينشرها في الناس حتى يتحقق بها سعادة الدنيا والنجاة في الآخرة فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ويفرك ما سواه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولو شرها الكافرون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ملحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفقى لن في صام لها الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون عباد الله إن العقيدة الصحيحة تحتاج إلى اهتمام وعناية وإقبال وتعلم وتعليم وتمسك وثبات لأن دعاة الضلال والدعاة للشرك والدعاة للبدع والمحدثات كثيرون ومنتشرون في كل زمان ومكان وهم أعداء الرسل وهم أعداء الرسل وأعداء التوحيد وربما يتسمون بالإسلام لأجل الخداع والمكر وليظل الناس عن سبيل الله عز وجل وإننا في وقت لا يخفاكم لا يخفاكم ما فيه من الدعايات والدعوات المظلة التي تسري في الناس سريان النار في الهشيم بسبب وسائل الإعلام المرئية والمقروعة والمسموعة وبسبب الفضائيات وبسبب الإنترنت والشبكات العنكبوتية كل ذلك يفسدون به العقائد وكذلك يفسدون الأخلاق بالشهوات يفسدون العقائد بالشبهات ويفسدون العقائد بالشهوات وكل ذلك يبث وينشر من خلال هذه الوسائل فيجب على المسلم أن يحذر من هذه الوسائل وأن يبتعد عنها ويخذر منها ويخلي بيثه منها لأنها وسائل تدمير ووسائل هلاك وجالبة للشر فعلى كل مسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته وفي إخوانه المسلمين إن أخطر ما يكون على دين الإسلام من يتسمى فيه وهو لا يقوم به أو يعمل على ضده من القبوريين الذين يعبدون الأولياء والصالحين والأمواس ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينظرون لهم ويطوفون بقبورهم ويبنون على قبورهم يبنون عليها القباب والمشاهد يظل الناس عن سبيل الله وليصرفوهم عن الطواف بيت الله العتيق ودعاء الله عز وجل وعبادة الله إلى عبادة غير الله عز وجل باسم الإسلام وباسم التوصل إلى الله وباسماء سموها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان وكذلك الصوفية الصوفية والمبتدعة الذين يعبدون الله على جهل وضلال وإنما يبنون عباداتهم على أرهام وشبهات أوهام بيت العنكبوت إما أن يبنوها على التقليد الأعمى لشووخهم وقادتهم الذين هم قواغيث يقودونهم إلى جهنم من أجل أن يعظموهم ويمدحوهم أو من أجل أن يأكلوا أموالهم ويترأسوا عليهم أو يأخذون عقيدتهم عن القصص والحكايات الكاذبة التي يتناقلونها فيما بينهم وأن القبر الولي الفلان ينفع ويضر وأنه يساعد من أتاه وأنه يحمي من لجأ إليه إلى غير ذلك أو يبتجعون بدعا ما سرعها الله ولا رسوله ويتقربون إلى الله بها فالحلر الحلر من هؤلاء لأنهم كثيرون بل ربما بل ربما يزعمون أنهم يمثلون العالم الإسلامي اليوم إلا من رحم الله عز وجل فعلى المسلم أن يكون على بصيرة وأن لا ينخدع بالتمويهات والترهات والأباطيل والدعايات المضلة وأن ينظر في أعمال الناس ويجنها ينظر في أعمال الناس وأقوالهم وأقوالهم وعقائدهم ويجنها بميجان الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو صحيح ومقبول وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود ومركوض ولا ينفع عند الله عز وجل مهما كثر أهله ومهما أتعبوا أنفسهم ومهما جينوه وجوروه وجوقوه بالدعايات المضلة والأهواء الباطلة فإنه باطل والباطل لا يكون حقا أبدا بل نقرف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وجهق الباطل إن الباطل كان زهوقا عباد الله ومن أخطر ما يكون على الدين وإفساد العقيدة الكهان الذين يدعون علم الغيب وينتشرون بين الناس بسم المعالجين والأطباء وأصحاب الرقى وغير ذلك فيظلون الناس ويذهب إليهم الناس للعلاج وطلبوا الشفاء لحجة أنهم يعالجون وهم في الحقيقة كهنة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه المنير فيقول له إن هلانا قد سحرك وإن هلانا عمل لك كذا وكذا من أجل أن يفسد بين المسلمين ويفسد ما بين المسلمين من التواصل والأخوة ويجعل بعضهم عدوا لبعض بحجة أن بعضهم يسحروا بعضا ويعملوا له كذا وكذا وأكثر ما يتسلطون على النساء لضعف إيمانهن وضعف عقلهم وربما يأمرون من يأتيهم لأن يذبح لغير الله أو ينبر لغير الله أو يذهب إلى القبر الخلاني أو يأخذ من تربة الميت أو يأخذ كذا وكذا أو يكسب له طلاس وتعويزات شركية وأسمى شياطين ويقول له استعملها اشربها اعلقها على نفسك وعلى أولادك دون بصيرة ودون علم فيهلكون الناس بهذه الطريقة وباسم العلاج وباسم الطب المكذوب فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء وكذلك السحرة السحرة الذين ينفشرون بين المسلمين بسم أنهم يفكون السحر عن المسحور يسحرون الناس ثم يقولون نحن نفك السحر عنكم من أجل أن يفسدوا المجتمع ومن أجل أن يبتزوا أموال المسلمين بهذه الطريقة ينشرون السحر ثم يقولون نحن نعالجكم ونحن نعالجكم من هذا السحر فالواجب على المسلمين أن يحذروا من السحرة والواجب قتل الساحر قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وقد قتل وقد أمى وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمرائه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال الراوي فقتلنا ثلاثة سواحر فالساحر لا يجوز بقاء في البلد فمن علم به وجب عليه أن يسعى في قضاء عليه وكسف شره عن المسلمين بدل أن يروج له وأن يخنى وأن يقال إنه تحت كفالة فلان أو علاه هذا أمر لا يجوز ويجب على المسلمين أن يحذروا من السحرة والمخرفين هناك طريقة جدة الآن وهي طريقة تضليل وإفساد للعقيدة وهي ما ينشر في الجوالات أو في منشورات مطوية صغيرة توزع على الناس فيها أن فلانا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه في المنام وأن الرسول قال له قل للناس كذا وكذا قل لأمة كذا وكذا ثم يقول في آخرها من لم يروج هذه الرؤيا وينشرها على الناس فإنه يصاب لكذا وكذا يصاب بالهم والحزن ومن غوجها فإنه يجد الخير ويجد في نفسه الفرح والسرور ولقد نشر هذا منذ أيام لطريق الجوالات وهذا كذب وافتراء كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن اخترى على الله كذبا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين وقال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرؤوة أكثر ما تكون من الشيطان يأتيه ويقول أنا رسول الله اعمل كذا اعمل كذا قل لأمة كذا وهو شيطان مارد وهو تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تميزه عن غيره وتعرف أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يشتبه بغيره قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي لكن هذا بحق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ويميزه عن غيره أما من لا يعرف الرسول بصفاته صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأتيه ويغويه ويقول له أنا محمد قل للناس كذا أنا الولي الفلاني أنا أبو بكر أنا عمر مروا الناس كذا وكذا ثم هذا الشقي يقوم وينشر هذه الرؤية على الناس ويهدد ويتوعد من لا ينشرها أو يكذب بها ويوعد ويبشر من نشرها وفرح بها وبينها للناس وهذا من الكذب على الله وعلى رسوله ومن التغرير بالمسلمين فعليكم الحذر من هذه الترويجات الباطلة والإشاعات الكالبة عليكم بالحذر مما يروج في الجوالات لأن هذه طريقة سهلة فادخل على كل أحد وكذا ما يروج في الفضائيات وكذا ما يروج في الصعوب والمجلات من قولهم أنت حظك في البرج الفلاني أنت طالعك حسن أو أنت في طالع سيء برجك سيء فتعاطون بأسماء البرج والطوالع ويقولون للناس أنت سترزق أنت سيحصل لك كذا وكذا لأن برجك حسن أو يقول للآخر أنت ستموت أنت ستمرض أنت سيحصل عليك خسارة في مالك لأنك وافقت البرج الفلاني سافرت في البرج الفلاني تزوجت في البرج الفلاني فأنت تعيث الحظ أو يقول للآخر أنت محظوظ لأنك تصرفت وسافرت وتزوجت ووافقت البرج الفلاني فأنت ستربح وتتسر إلى غير ذلك والله جل وعلا لم يجعل البروج والنجوم لم يجعلها للسعادة والشقارة وليس لها تصره في الكون إنما خلق النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون أما من علق بها الخوف والرجاء والنفس وعلق بها النخوس وعلق بها الخير أو الشر وعلق بها الحبوب والنخوس أو علق بها الخير والسر فإنه كافر بالله عز وجل إنه كافر بالله لأنه يعتقد أن أحدا أو مخلوقا يتسرف مع الله سبحانه وتعالى في عباده وفي مخلوقاته فاتقوا الله عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على قبله وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له تعظيم المسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس إن بعض الناس قد يصدق هذه الشعوذات وهذه الكهانة وهذه الفضوض والنحوس والطوالع ويقول إن فلانا إنه حصل له ما يريد فلان سافر في كذا وهو يعتقد في هذا النجم أو في هذا البرج أنه سعيد فحصل له السعادة وفلان سافر حصل له ما لا يريده لأنه سافر في غير ما قال له المنجم والكاهن أو تزوج أو تصرف وقد نهاه الكاهن فخسر وخاب يقول إنه حصل له النتيجة ويعتبر هذا دليلا على صدق الكاهن وصدق المنجم وصدق الساحر وهذا كذب على الله فإن الله جل وعلا يبتل عباده وقد يمتحن هذا الشخص فيعطيه ما يريد من أجل أن يستدرجه ومن أجل أن يخذله فإنه إذا أعطاه ما يريد وهو على الكفر والشرك فإن هذا خذلان له قال تعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال سبحانه لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغسة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فالعبرة ليست بحصول النتيجة إذا كان السبب مخرما إنما العبرة بصحة السبب وصحة الوسيلة هذه هي العبرة على المسلم أن يتبصر في هذا الأمر ولا ينخذع بهذه الترويجات وهذه الدعايات الباطلة ويقول إن فلانا جربها وحصل له مقصوده وإن فلانا تركها وكذب بها فحصل له نفسه حصل له كذا وكذا فليتق الله كل عبد المسلم وأن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتوكل على الله قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن توكل على شيء وكل إليه فقد يخذله الله ويكله إلى هذا المخلوق الضعيف الذي اعتمد عليه فيهلك والعياذ بالله أتقوا الله عباد الله تبصروا في دينكم وصلوا الله الثبات فإنكم في زمان في زمان عظمت فيه الفتن والدعايات الباطلة وسهل وصولها إلى الناس واختلط الحابل بالنابل فعلى المسلم أن يخاف على دينه ولا يقول أنا مؤمن أنا متعلم أنا درست العقيدة أنا أنا لا يأمن أنه يبتل وأنه يهدع وأنه يستدرج فإن إبراهيم عليه السلام وهو الذي كسر الأصنام بيده ولقي في ذلك ما لقي من العذاب وصبر يقول في دعائه لربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم خاف على نفسه أن يعبد الأصنام وأنت تأمن على نفسك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكفل أن يقول يا مقلب القلوب والأبصار تبس قلبي على دينك تقول له عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وأنت تخاف يا رسول الله قال يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب أو يقلب قلب عبد قلب اتقوا الله عباد الله خذوا حذركم فبصروا في دينكم فإنكم بين أعداء بين أعداء كثيرين من الشياطين الإنس والجن والدعايات المضللة باسم الفكر وباسم الثقافة وباسم التقدم العلمي وبأسمى جذابة خداعة نحن لا نعتمد إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي سلف هذه الأمة ولكن هذا يحتاج منا إلى بصيرة وصبر فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة غلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ولو اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمن المطمئن وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين اللهم شكت شملهم وفرق جماعتهم وأضعف قوتهم واجعل باسهم بينهم واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين واجعل كيبهم في نحورهم إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم أصلح بقانتهم اللهم أصلح بقانتهم اللهم أصلح بقانتهم وجلساءهم ومستشاريهم وأبعد عنهم بقانة السوء والمفسدين والمنافقين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعبكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون